بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس 182 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ العلام صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في بطلع هذا اللقاء نرحبه بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح وبياكم حياكم الله وبركاته فيكم في كتاب الأطعمة عقد المؤلف رحمه الله بابا آخر قال باب الذكاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر المؤلف رحمه الله الحيوانات التي يباح أكلها وذكر أنها تنقسم إلى قسمين حيوانات برية وحيوانات بحرية ذكر في هذا الباب الذكات لأن الحيوانات البرية التي يباح أكلها لا بد من ذكاتها لا بد من ذكاتها أو من صيدها إذا كانت ممن لا يقدر عليه إذا كانت ممن لا يقدر على إمساكه فإنه تجب ذكاته وإذا كانت ممن لا يقدر على إمساكه فإنه يصاد ويحل بالاستياد كما يأتي إن شاء الله والذكات في اللغة هي التمام يقال ذكاء الشيء إذا تم فالذكات هي التمام والمراد بها هنا والمراد بها هنا ما يذكره في هذا الباب نعم قال رحمه الله لا يباح شيء من الحيوان المقدود عليه بغير ذكاه إلا الجراد والسمك لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله إلا ما ذكيتم فالله جل وعلا لم يبح إلا المذكى إلا المذكى فدل على أن غير المذكى لا يحل إلا ما جاء استثناؤه وهو السمك والجراد قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال نعم قال لا يباح شيء من الحيوان المقدود عليه بغير ذكاه إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء والجراد يدخل في الحوت لأنه من طير البحر نعم وكل ما لا يعيش إلا في الماء نعم ويشترط للذكاة أربعة شروط نعم أهلية المذكي شرط للذكاة لصحة الذكاة أربعة شروط الشرط الأول أهلية المذكي وذلك بأن يكون بأن يكون مسلما بأن يكون عاقلا بأن يكون عاقلا مسلما أو ذميا فإن كان غير عاقل كالمجنون والسكران والصبي الذي دون التمييز فإنه لا يحل ما ذكاه لأن الذكاة اشترط لها النية والذي ليس عنده عاقل لا تتأتى منه النية فلا تحل ذكاته وأهلية وأن يكون أن يكون ذا دين أن يكون ذا دين سماوي كالمسلم والذمي وهو اليهودي والنصراني الله جل وعلا يقول إلا ما ذكيتم وهذا خطاب للمسلمين فالكافر لا تحل ذكاته إلا ما استثناه الله من أهل الكتاب في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمراد بطعامهم ذبائحهم لأن الطعام الذي لا يحتاج إلى ذكات يحل منهم ومن غيرهم كالحبوب والثمار إنما هذا في الذي يحتاج إلى ذكات فتحل ذبيحة وأهل الكتاب كما تحل نساؤهم للمسلمين هذا الشرط الأول فإن كان الذابح وثنيا أو دهريا أو مرتدا عن دين الإسلام فإنه لا تحل ذكاته لأنه لأنه نجس لأنه نجس فما يذكيه يكون ميتة لا يحل نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ويشترط للذكات أربعة شروط أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا نعم ولو مميزا أو مراهقا نعم تصح ذكات المميز الصبي المميز لأنه تتأتى منه النية وكذلك المراهق وهو الذي قارب البلوغ من باب أولى نعم أو امرأة أو ذكات المرأة تحل لأنها عاقلة ومسلمة أو كتابية ذات دين ولأن امرأة كانت ترعى غنما في المدينة يعني خارج المدينة فعد الذئب على شات فأصابها فأخذت حجرا محددا فذكتها به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل ذبيحتها فدل على أن ذبيحة المرأة حلال نعم أو أقلف تحل ذكاته لو كان أقلف يعني غير مختت لأنه لأن له دين وكونه ترك الاختتان هذا لا يؤثر على 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 إباحة ذكاته ولا يخرجه من الدين نعم أو أعمى وكذلك لو كان المذكي أعمى فلا يشترط في المذكي أن يكون مبصرا لأنه عاقل له دين فإذا ذك الذكات الشرعية حلت نعم ولا تباح ذكات سكران ومجنون هذا احتراز من اشتراط العقلية لا تباح ذكات سكران ومجنون لأن السكران ليس عنده عقل والسكران الذي أخذه الذي أخذته نشوة الخمر فغطت على عقله هذا هو السكران والمجنون هو الذي سلب العقل بسبب تخبط الجنون له ودخول الجن فيه نعم ووثني ومجوسي ومرتد هذا احتراز من شرط المسلم أو الكتابي فالذي ليس له دين ليس له دين سماوي لا تحل ذكاته كالوثني الذي يعبد الأوثان و مجوسي والمجوسي وهو الذي يعبد النار نعم ومرتد والمرتد وهو المسلم الذي الذي رجع عن دينه بارتكابه ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا تحل ذكاته كل هؤلاء من الكفرة سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا لا تحل ذكاته لأن الكافر نجس ويؤثر على الذبيحة خبثا نعم ولمفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب فمفهومه أن غير أهل الكتاب من الكفرة لا تحل ذكاتهم وهذا بإجماع المسلمين نعم الحمد لله الثاني الآلة الشرط الثاني من شروط صحة الذكات الآلة التي يذبح بها ويشترط في الآلة شرطان الشرط الأول أن تكون محددة أن تكون محددة والشرط الثاني أن تكون غير سن وغير ظفر لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر فقوله أنهر الدم هل يقتضي أن الآلة تكون محددة لها نفوذ في البدن أما غير المحدد الذي يقتل بثقله فهذا لا يحل لأنه وقيذ والله جل وعلا يقول لما ذكر المحرمات قال والموقوذة نعم وأما استفناء السن والظهر فلنص الحديث ليس السن والظهر أي إلا السن والظهر نعم سأل الله إليكم قال الثاني الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا كل محدد يخرج غير المحدد كالذي يقتل بثقله لا بحده ولو مغصوبا ما دام أنه محدد وذكى به تحل الذكاة مع تحريم الغصف نعم من حديد وحجر وقصب وغيره سواء كان المحدد من حديد أو من قصب أو من الحجارة أو غير ذلك أو من زجاج نعم إلا السن والظفر للحديث ليس السن والظفر قال صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة نعم الثالث قطع الحلقوم والمريء الثالث من شروط صحة الذكاة قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام لأن الرقبة تشتمل على أربعة أشياء على الحلقوم والمريء والوديجان وهم العرقان اللذان في جانبي العنق يجري منهم الدم فإذا قطع الأربعة كلها فلا خلافة في إباحة الذكاة وإذا قطع وإذا قطع دون الأربعة فهذا محل خلاف قد ذكر هنا على المذهب أنه يكفي قطع المريء والحلقوم والأرجح أنه لا بد من قطع ثلاثة المريء والحلقوم وأحد الوديجين نعم قال الثالث قطع الحلقوم والمريء فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح نعم يعني هو المطلوب أن يفري أن يفري المريء والحلقوم وإن أبان الرأس يعني قطع الرأس نهائيا فهذا مكروه لكن لا تحرم الذبيحة لأنه تحقق فيه أنه قطع المريء والحلقوم نعم قال وَذَكَاتُ وَذَكَاتُ مَا عُجِزَ مِنَ الصَّيْدِ مَوْضَعٍ كَالْمَوْضَعٍ فَإِنَّهُ يُغَلَّبُ جَانِبَ الحَذْرِ فَلَا يَكُونُ حَلَالًا نعم قال الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها الشرط الرابع من شروط صحة الذكاة أن يذكر اسم الله عليه لقوله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى يقتضي التحريم فلابد من أن يسمي الله عند حركة يده بالذبح فيقول بسم الله هذا معنى قوله مما وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وذلك بأن يقول بسم الله لأن اسم الله إذا أطلق ينصرف إلى لفظ الجلالة فلو جاء بلفظ غير لفظ الجلالة لم يصح كأن يقول بسم الجليل أو بسم العليم أو بسم الرحمن لا بد أن يقول بسم الله لا يجزي غيرها وكذلك لا يجزي الذكر غير بسم الله فلو قال الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر فقط ولم يقل معها بسم الله فإن هذا لا يكون محققا للشرط الذي هو ذكر اسم الله على الذبيحة نعم قال فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا إذا ترك التسمية على الذبيحة نظرنا فإن كان تركها ناسيا فلا حرج عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي الخطاوة والنسيان وأما إن تركها متعمدا فإنها لا تحل ذبيحته لأنه اختل شرط من شروط صحة الذكات قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نعم قال ويكره أن يذبح بآلة كالة هذه آداب الذكات الأول يجب أن تكون الآلة حادة نعم مجهزة لأجل يريح الذبيحة فيكره أن يذبح بآلة كالة لأن في ذلك تعذيبا للذبيحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته نعم قال ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره يكره أيضا أن يحد الشفرة يعني يشحذ الشفرة والحيوان الذي يريد ذبحه ينظر إليه لأن الحيوان له إدراك ويتعذب بذلك وهذا مما يتنافى مع الرحمة والإحسان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهايم تحد الشفار يعني تجعل حادة حتى تجهز على الذبيحة وتريحها وأن توارى عن البهايم فلا يشهر السكين وهي تراه أو يشحذ السكين عندها لأنها في هذا تعذيبا لها نعم وأن يوجهه إلى غير القبلة ويكره أن يوجهه إلى غير القبلة لأن الذبحة عبادة والعبادات يشرع أن تستقبل فيها القبلة لكن تحل الذبيحة ولو وجهها إلى غير القبلة نعم توجيها إلى غير القبلة يكون بيجعل قوائمها إلى القبلة أو رأسها إلى القبلة وقوائمها مثلا إلى الشمال أو الجنوب لا بد أنه إذا وجهها إلى القبلة يكون بجميع وجه الجسم من الرأس والنحر والقوائم نعم قالوا أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد ويكره أن يكسر عنقه قبل أن يموت لما في ذلك من التعذيب بل إذا ذكاه يتركه حتى يموت ولا يكسر عنقه أو يفصل عنقه لأن هذا يكون تعذيبا له وكذلك يكره أن يسلخه قبل أن يبرد يعني قبل أن يموت فلا يشرع في سلخه إلا بعد أن يموت قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها يعني إذا ماتت سقطت على الأرض ميتة فاكلوا منها نعم سأل الله إليكم قال رحمه الله باب الصيد نعم لما كانت الحيوانات المباحة على نوع مقدور عليه وهذا لا يحل إلا بالذكاة بشروطها التي سبقت نعم إلا ما كان منه معجوزا عن عن إمساكه فإن ذكاته بجرحه في أي موضع كان من جسده مع نية الذكاة النوع الثاني من أنواع الحيوانات البرية المباحة الصيد وهو خلاف الأهلي وهو المتوحش من الطيور والحيوانات فهذه لا يقدر على إمساكها فهذه الوسيلة لأخذها وأكلها هو الاصطياد نعم بأن بأن يرسل عليها ما يقتلها نعم قال لا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط نعم المقتول بالاصطياد أما لو أنه أدركه لو أصابه وأدركه حيا فإنه لا بد أن يذكيه لكن لو أصابه فأدركه ميتا فإنه يحل بأربعة شروط نعم أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء وهو العاقل المسلم أو الذمي العاقل المسلم أو الكتابي أو الكتابي نعم العاقل المسلم أو الكتابي فمن كان من أهل الذكاة كان من أهل الصيد ومن لا فلا والثاني الآلة وهي نوعان الثاني آلة الصيد وهي نوعان نوع الأول السهام وما يقوم مقامها مما يرمى والنوع الثاني الجارحة من كلب أو طير قال وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح المحدد الذي يرمي به الصيد يشترط أن يكون محدد أن يكون له حد ينفذ في الصيد أما إن كان مثقلا كالحجارة أو قطع الحديد فإنه لا يحل لأنه من الموقودة لأنه من الموقودة ولا يحل بذلك نعم وأن يجرح نعم أن يكون يشترط فيه ما يشترط في الذبح قال وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح وأن يجرح نعم فإن قتل بعرضه نعم إن قتل بعرضه لم يحل لأنه وقيذ فلابد أن يصيب بحده لا بعرضه نعم قال فإن قتله بثقله لم يبح نعم إن قتله بثقله يعني بعرضه أو قتله بحصات أو بقطعة حديد أو غير ذلك فإنه لا يحل لأن هذا غير محدد نعم وما ليس بمحدد كالبندق والعصى كالبندق والبندق نوع يرما به قيل إنه قطع من الطين القوي وقيل إنه حاء الحصى الصغار قيل إنه الحصى الصغار مما ليس له حد ينفذ في بدن الصيت نعم والعصى والشبكة والعصى هذا ليس بمحدد هذا يقتل بعرضه فلو خبطه بالعصى ومات لم يحل لأن هذا قتل بمثقل لا بالحد نعم والشبكة لو أنه مسكته الشبكة ومات فيها لم يحل وكذلك الفخ لو نصب له فخا فوقع فيه ومات لم يحل لأن هذه أشياء غير محددة وإنما تقتل بثقلها أو بخنقها المنخنقة نعم قال وما ليس بمحدد كالبندق والعصى والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به نعم والنوع الثاني الجارحة النوع الثاني من نوع آلة الصيد الجارحة وهي نوعان الكلاب أو الطيور نعم فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة يباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلمة من الكلاب والطيور لقوله تعالى لقوله تعالى فكلوا لقوله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم فقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعالى فيشترط في الجارحة إن كانت من الكلاب فتعليمها بثلاثة أشياء تعليمها بثلاثة أشياء أن تسترسل إذا أرسلها وأن تنكف إذا زجرها ترجع نعم وإذا صادت لا تأكل من الصيد فإن أكلت فإنه لا يحل لأنها إنما صادته لنفسها ولم تصده لصاحبها أما إن كانت من الطير فتعليمها بشيئين أن تسترسل إذا أرسلت وأن تكف إذا زجرت نعم حسن الله إليكم قال والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة نعم والثالث إرسال الآلة إذا كانت معلمة إما إذا كانت غير معلمة فإنه لا يحل ما صادته قوله تعالى أو ما علمتم أو ما علمتم من الجوارح فشرط فيها أن تكون معلمة دل على أن غير المعلمة لا يحل ما صادته نعم الثالث إرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب الشرط الثالث إرسال الآلة الصيد إرسال آلة الصيد سواء كانت من المحدد أو من الجارحة قاصدا الصيد أما لو أرسلها وهو لم يرى صيدا فصادت فإنه لا يحل عدم القصد نعم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم إذا أرسلته فإذا لم يرسله وإنما هو استرسل من نفسه إنه لا يحل ما صاده نعم قال فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يسجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل نعم إذا استرسل من نفسه لم يحل ما صاده إلا إذا زجره صاحبه أثناء استرساله فزاد عدوه تأثرا بالزجر فهذا مثل بداية الإرسال يحل ما صاده أما لو استرسل من نفسه ولم يسجره وصاد فإنه لا يحل ما صاده نعم الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة الشرط الرابع من شروط حل الصيد أن يسميه عند إرسال السهم إذا أراد أن يرمي أو إرسال الجارحة من الكلاب أو الطير لأن يقول بسم الله كما يقوله على الذكات قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فلا بد من التسمية على الصيد بدليل هذه الآية نعم قال فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح إن تركت تسمية عمدا أو سهوا لم يبح الصيد لأنه فقد الشرط في قوله تعالى واذكروا اسم الله عليه هذا في الصيد أما الذبيحة فسبق أنه إذا تركها ناسيا أنها تحل أما الصيد فإنه إذا تركها ناسيا لا يحل والراجح والله أعلم أنه يحل إذا تركت تسمية ناسيا مثل ما لو تركها على الذبيحة ولأن النسيان في الصيد أكثر من النسيان في الذبح نعم فهو أكمل وإن تركه فلا شيء نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم شيخنا الكريم أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه تحية المهندس مخرج الصوت عبدالله ريف الحربي حتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته